السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف يتصدهم الذين سترون هذه الحالة ولكن اتشل عطالله لدينا واحد تصرب من واحد القنية اللي هو اللقية اللي كينا بالبيت اللي ابننا الاول وبين الكوزينة الكولوار اللي بغيت نقول بالضبط لان الكوزينة والكولوار خطروا واحدة بوحدهم من بعد مسالين للبيت المهم عندنا واحد شوية تصرب وكي ما كنتشوه هنا جنلخنا كل شي ما خلينا ما درنا درنا يعني السيليكون درنا الزفت ما خلينا ما درنا الحمدلله نقص ذلك تصرب ولكن فاش كتكون شتا كتير بزاف لابده كتبقى شي بليسة وما عرفنا هاش فين كينا هاش كتشو هذا الجنب هذا كله مجلخ باش نحيدوا ذلك المشكل ولكن الحالة هي الحالة ما كيقترش فاش كتكون شتا كا يعني كينا وخيفة ولكن فاش كتكون مزدية واحدة ربعة وعشرين ساعة او لاثناش ساعة او لاثناش ساعة او لاثناش ساعة او لاثناش ساعة طريقة اللي يدخل طريقة اللي يدلو السعب نبيفش بغا يدير في الاول قبل ما يدير فوق منه الزنق رخلا هاد تويل داخل وهاد الكودية ديالو داخل الداخل يعني ركاين واحد الكودية عاد فوق منه الزنق ومنين كي تسرب ما عرفناش يعني اش غا نقول لكم اعينا ما نشوفو ولو ماشي مشكل ما كناش لقيين هاديك البانضة اللي دا بشرين ان شاء الله ناني نوريكم لانا كي اللي يسولني عليها في التعليق بالنسبة للتعليق كنت منه ما تتقلقوش لانا كاين واحد الفئة تتتقلقو وكتبان فيهم بزاف ان هم كي سحبلوا غير انا ما بغيتش نجاوب ويرا والله ما عندنا الوقت راكم شايفين احنا في الروينة وتمارة ودائما الخدمة يعني يرا بعض المرات ندخل باش نشوف التعليق ولكن را اغلبية حيث كان نعيه وراصة فيك الناس وكان قدرش بكوش تلوقت والصباح عامدرا كنوضر المونتاج كي ياخد لي وقت طويل كنديل المونتاج باش نحط لكم الفيديو ومش نخدم الناس اللي كي سولوا على هذيك البانضة هي هذي اللي شرينا حنايا انا خليت لكم في الصورة باش شوفوا الاتمينة ديالها احنا فاش مشينا لقينا غير هذي لاليمينيوم يعني لونها شوية مشعشة وليكن ما لدينا من ديره اهم حاجة إلا كانت ايفكاس باش تبعيد علينا هذي المشكلة هذي القطرة هذا هو اللي مهم طبعا هذي الجنب اللي كنتشوفوا فيه الزنق ودكشرة باقي غايت تغلف باقي غايت نغلف فوق منه غير هو راهاكي ما قتلكم دائما وانتمنى ان واحد اللي فيه اي فهموا هذا القضية خلاص لحق شقاروني بالتعليق ليس وقت وكلان نفس الشخص ماذا يقومون اريد ان نجا على ما لديه انا كان المشكلة حيث نعم وهو مشكلة لأن فتحب انا متحدي بتوضر المكان لا أعلم لماذا هذا التعليق لا يمكنني أن يكون لديهم ملايين صحاء في البنكة أو خطهم تحت البلاطة لا يمكنني أن يكون لديهم قد الميزان وعلى قد المجهود نتمنى أن هذه القضية تصل لك لأن الكثير من الوقت أن يكون لديهم لأننا نتعلم من العشاق كما ترون هنا قدرت أن نضيف هذا الوقف وقلت أن نضيفه وكانت أن نضيفه ومعالينا يملكون حديدة ونضيفه وحبطة ومصبغة وفيها السيليكون بالنسبة لها السكوتش لديها بشكل جيد كيف يسقط كيف يسقط كيف يسقط كيف يسقط كيف يسقط لكن قبل أن أصبح يسقط لك لأن الشمش كانت تخرج ولكن لا أفعل نظرت نظرت تعلم فاتذ المنصف يسقط أو كنت أرى و لم تلسق و لم تلسق و لم تلسق لأن أخذت طريف و جربت المهم هي تضيف هذه البلاسة التي تلصق عليها مزيان 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 المهم هي تلصقها على الامر نضغط عليها اضغطوا في الفيديو و اضغطوا الى الصباع المهم مع التصوير شوية و هذا رع صعيب باش نفيني لك شي مزيان و لكن المهم في الاخير را هذيك الجنب كما تشوفها الكحولية للكم را دير بحل الزفت نضغط عليها مزيان و بالنسبة للكروه تدفق منهم واحد طريفات تحسوا بان انا صراحة نزيد منها ان شاء الله حيث تكون ش فرصة باش نزيدها باش ندير قاعد للك الجوانب و كما قلت لكم هذي الجنب هذا كامل اللي احدى الزفت قرأ داخل دك تويل و وخا دك شي ما عرفناش ديك القطرة من انك تكون تكشي علش غادي نحاول ما امكان ما غاديش ندير ذب هذي در تغير حتى الهات الجيهة هذي كاملة هي اللي معطية و مقادة ولكن الجيهة الخراعة عدنا فيها واحد ساقية ما غاديش تشد فيها هاد هاد لسقه هذي هشتوها يعني اذاك القنية عمر هذا هذيك تنعمره ان شاء الله بسيما باش يعطينا نيفو عاد غادي ندير هذي اللسقه و نضبلوها مهم مليش تراصي غادي نوقف قلت خلي نعاود حتى هاد البلاصة هذي اللي درنا فيها السيليكون طبعا نلقيت السيليكون شاد و شاد مزيان حاولت نقلعه بيدي باش ندير هاد السقه بلاستو وحلف ما يتحيد اه جبت هذيك الكوتور كنحاول نقلع دك السيليكون زي ما قلت باش ندير خدمة نقيا و ندير هاد البنضة لقيته ما كيتقلعش وزد فوق منه هذي وطبعا حتى شي كروات بديت كنشوف قاع الكروات اللي عدنا جلدة دياله خصيصا تلسق ديال الظنق أو الناب اولا شي حاجة ديال يا هكا مع الحديد اه حتى مع الخشب، ركنت يمنى الخشب عندهم واحدا الجلدة عنديهم احدا جميعا عارفين شعlv� gauche فارغ EN belong شعili مإ tag 17 وصراحة هذا التويل لم يزيد بزاف كما تشوفوا معي في الصورة كين واحد حسن منه ونقول لكم السبب علاش نوع اللي شتفت صورة لا يشتش لما ماشي بحال هذا في هاد الكوديات هذا كبار بزاف إلا مكانش لين حيناء كبير كي بدي يشد الطراب وشد الوسخ وشد كل شي ما ديرنش لين حيناء وكما أقول لكم حت زنادة بهات زيادة لور ما بقاش عندنا لين حيناء بزاف وكي بدي تقلي شوية الماء وزيدوا حاجة اخرى ما درناش الخشب يعني اللاطي ما درناش في الفوق ما عدا بيت النعاس هو اللي جام زيان دكش علاش ما الاحسن من الاحسن دل واحد لي ما كيشدش الماء وكين واحد النوع اخر وصراحة غالي هو هذا اللي كتشوفو كيتباعه غير هاد طرف هذا كيدير مية وثمانين درهم يعني تخيلوا وستحكوا لو لو تصاوبوا رخصكم ميزانية كبيرة هاداك هو دير انه بالزنق وعندو لفاص حرشة بحيلة في هالزفت في لفاص دياله هاداك صراحة زوين وكي اعتحت المنظر فاش كيتدير ولكن راكي ما قلتون كيتقام هو غالي وحتى يعني السطح خصويت بريبا روح طريقة اللي هي خشب وحدة حدا وحدة حدا وحدة حدا بش يلقى في نشد المهم كيتقام غالي ولكن اللي بغا يدير شي حاجة زوينة يعني بغا يبدأ وعندو ميزانية كبيرة بش يبدأ حاجة زوينة من الأحسن ما يديرش هاد تويلة البلاستيك لانه مع الوقت فاش كتبدو تعفطو عليه وكيكون شابع شمش راكي يبديت تهرس شحام من الطرف اللقيته مهرس وعاد كان بده نرقعو بهاد السكوتش هادا اللي مايما انا كنقول لكم ذاك شلي كين باش ما تصيدوش لانه هادا كيبا زوين في الاول لانه هو رخيص كيدير الف ومشي الف كيدير مياه وخمسة وعشرين درهم اللي وصل دابة تمن ديالو واللي خايفي هو لما اخديتوش الكيميالي كفيكم مل اول طبعا هاتيتو اللي بده ترقعو بحال كيوخان نحنا احنا ان شاء الله دابة سطحة ومسدود وحنا سكنين الحمدلله ولكن را ما زال مع الوقت ضروري اننا نزيدو نديرو الميالان يعني ضروري غادي نعاودو نعليو السقف غير من برا يعني السقف الداخل للدار ما غديش يتأثر ولكن من برا خاص ضروري كيد زادي التعلى باش يمشي دك الميالان اللور كامل او ليلة كانوا الامكانيات باش غادي نديرو هادا كلمتيش تشلمة مع العين المراكينين وحدين اخرين رائعين كما كتشوفوا معايا هنا في الصور دير واحد بحال لورقات ديال الزفت وما حورش في شكل لك شي ربما يكون في شي بلاصة احنا ما عارفينش وما نقول لكم شراء ما كينش في المغرب قلبنا في الزفت دير البلايس فش بغينا نشري ولكن ما عارفناش وما عارفناش وما يمكن انواع اخرين بحال مثلا هذا النوع اللي كتشوفوا في الصورة هو بحال الحجر او لا هو حجر نيت يكون ورقات هكا ويتركبها طريقة هذي كي يجيزوين بزاف ولكن طبعا كله يكون مكلف يعني قدش مما كانت العمر ديالها كي طوال ومزيانة قدش مما كتكون غالية الحمد لله احنا كنقضي وبدك شي اللي موجود مع الوقت ان شاء الله كل شي غدي تصلح وكل شي ان شاء الله غدي ومزيان هذا الشي اللي كين في الفيديو نتمنى تكونوا استفدتوا بالنسبة لهذا البنضة هذي راكين اللي كي دي راح تل شقوق ديال البيطن هاد الشي نسيت ما قلتوش من الاول لانا كين اللي خلالي هذ السؤال هذا انا شفتهم يعني كيديروها الشقوق اللي عندو مثلا شقوق فهذا راح سنزفت راح ندرناه ذاك اللي كيدوب ولكن راح اللي خايفي هو انه كيتهرس مع الوقت وكي واللي دخل